تتواصل انتهاكة قوة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني حيث فجر الاحتلال اليوم منزل الاسير يحيى مرعي في بلدة جراوا بن حسان وافد شهد عيان بان قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جراف عسكرية اقتحمت البلدة وحسرت المنزل واجبرت المواطنين القاتنين قرب المنزل على اخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها كما اندلعت مواجهة في محيط منزل الاسير مرعي واطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت ايضا بالاعتداء صباح اليوم على المزارعين ورعاة الماشية في مسافر يطا جنوب الخليل واكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستطان شرق يطا راتب الجبور لوكلة الانباء الفلسطينية ان المستوطنين المدججين بالسلاح يتبدلون الادوار مع سلطة الاحتلال التي توفر لهم الحماية الكاملة دوما في تصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل من خلال الهجوم على المنازل والمنشآت كما اصيب عدد من الشبان اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط على اثر اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي قرية بيت دقو شمال غرب القدس واعتقال ستة مواطنين